بالمناسبة كان كابتن محمود الخطيب حريص على تهنئة لعيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني والإدالي وكمان الطبي عقب الفوز على بطل أمريكا الشمالية وبالتالي التأهل للدور قبل النهائي لمونديال الأندية لمواجهة ريال مدريد يوم الأربع جاي إن شاء الله أشاد طبعا بالأداء الرهولي ويعني لكل عناصر الفريق وروح القتالية العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي الاهلي في كل مكان قال كمان كابتن الخطيب إن ثقته في العيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني ملهاش حدود وإن ما تحقق خلال المباراة السابقة طبعا بيزود من المسئولية الملقاة على عطقهم تجاه ناديهم واتجاه جماهيرهم اللي دايما موجودة وقفة جنبهم وفي ظهرهم في كل المناسبات وقال إن ما تبقى من مراحل البطولة يحتاج إلى مضاعفة الجهد والمزيد من التركيز للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال الأندية والحقيقة الجملة دي تكررت كتير قبل حتى ما تنطلق الفعاليات بقالنا فترة بنقول إيه إن إحنا آمنا كلها يعني كأهلوية منصبة على الوصول لأبعد نقطة وإحنا الحمد لله حتى هذه اللحظة ماشيين بخطة تابتة جدا تجاه الهدف المنشوط ويا رب خير إن شاء الله ويا رب المراضي ينحدي بقى مرحلة البدالية البروزي أنا أتمنى بقى يا كريم وأعتقد يعني الفكرة لنحد شوية استفيه شوية ناس عندهم بروح انهزامية لأسباب مختلفة فيه ناس تقولك أو بتعتقد أن هي لا تستحق الأفضل من ذلك يعني فيه ناس بترضى بالأمر الواقع تقولك ده آخري وفيه ناس تقولك مفيش أنا ما عنديش آخر أنا كل ما بنجح عايز أنجح أكتر النادي الأهلي كده وجماهير النادي الأهلي كده كل ما بننجح عايزين اللي بعده كل ما نجيب بطوله عايزين اللي بعدها ده حلنا فإحنا دلوقتي شاركت كتير جدا وشاركت أكتر من مرة وشاركت تحديدا طبعا مرات حتى هذه اللحظة في كاس العالم للأندايا الحمد لله حصلت على ميداليا برونزية أكتر من مرة ولكن دلوقتي لما أتكلم بالظروف الموجودة عودة التقلق واللياقة لللاعبين مرة تانية عندك مدير فني فعلا على الجانب الفني والجانب كمان يعني النفسي أكثر من رائع وشفنا ده في عودة روح الروح الأهلي الحلوة ما بين اللعيبة كلها حتى اللعيبة الجديدة حتى الصفقات الجديدة اللي بتيجي ما بتخدش يعني مباراة أو اتنين وتلاقي التقلق ده لو ما كانش من أول مباراة كمان فكل دي عوامل كمان فكرة هنا مجلس الإدارة وتذليل كل العقبات الموجودة الجماهير اللي بتسندك في أي مكان في العالم وفي نفس الوقت في شدتك وفي قوتك عندك كل حاجة دلوقتي متاحة فكرة التقلق بتاعك إفريقيا ومحليا حتى هذه اللحظة فكرة ان انت رايح على كاس العالم للأندايا وانت بحق انتصارات كبيرة جدا فده كله